وصفتنا لليوم الهبة الجديدة اللي في تيك توب بطريقة جداً سهلة وجداً لذيذة أول حاجة حبدأ أسلق المكارونا استخدمت مكارونا من العلالي سلكتها على حسب تعليمات البكت أضفت عليها الملح وصفيتها من الماء بعدها في الأعواد الخشبية حبدأ أنزل الباستا بهذه الطريقة لحد ما أخلص كامل الكمية حاستخدم صوص المكارونا أو صوصة المكارونا من العلالي حدهنها على كامل الوجه وكمان بودرة الثوم من العلالي والزعتر البري طبعاً ممكن تضيفه الزيتون والطماطم بس أنا حبيت أضيف بس الجبنة وكمان أضفت رشة زعتر بري كمان على الوجه وبعدها حبدأ أدخلها الفرون طبعاً ما تأخذ وقت طويل بس مجرد أن الجبنة دوب وكذا صار جاهزة معي طبعاً تقدروا تقدموها سناك للمنصة للأولاد مرة سهلة ولذيذة وبالعافية عليكم لازم تجربوها ترجمة نانسي قنقر